كل واحد هون راس أصلاحه بيت وسيارة وصفار فاخرة وخطابات ساخرة وعبلة بادرة أمام لوح بقي وحده صامدا فوق أنقاضي مدرسة مدمرة يصدح صوت مغني الراف السوري أمير المعري ضد قوات النظام وحليفتها روسيا وطائراتها التي أنهكت محافظته إدلب لكن أيضا ضد الفصائل الجهادية والمعارضة رافعا الصوت ضد القيود على التعليم وأغلاق الجامعات قبل أسبوعين ظهر أمير في أول فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي واقفا وسط أنقاض مبنى مدمر أو مدرسة استحالت كوما ركام ولم يبقى منها سوى جدارية ملونة ترحب بالعيد في الفيديو بعنوان عكل الجبهات يروي أمير معاناة أهل إدلب على يد قوات النظام وروسيا والفصائل الجهادية المقاتلة مركزا خصوصا على أزمة قطاع التعليم الذي فقد تحت قصف النظام الكثير من منشآته فيما فرضت عليه هيئة تحرير الشام قيودا أغلقت بمجابها العديد من الجامعات هذا اللون الراب لأنه فن أساسه هذا النوع من الغناء سياسي حربي بيحكي ضد الدكتاتورية والاستبداد والفساد الحكومي وبيحكي يعني كذا نقطة تانيات اجتماعيات عن الشباب تنقل أمير خلال السنوات الماضية بين تركيا التي لجأ لها من أجل الحصول على فرصة عمل ومدينته معرة النعمان التي استقر فيها أخيرا بعدما قتل شقيقه برصاص حرس الحدودية التركي أثناء محاولته العبور لم يكن من السهل على أمير إيجاد من يساعده في تطوير مسيرته في موسيقى الراب فطلب مساعدة أصدقاء له في الخارج علموه التسجيل وأصول الهندسة الصوتية أو أنهم أخذوا على عاطقهم أحياناً إنتاج الموسيقى لأغانيه ترجمة نانسي قنقر